تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله انطلقت مسابقة الملك عبد العيزة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين التي تقام تصفياتها النهائية في التوسعة الجديدة في المسجد الحرام بمشاركة 124 متسابقا من 66 دولة مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد الرحمن البقيلي في رحاب بيت الله الحرام انطلقت فعليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها السابعة والثلاثين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأتجسد المسابقة المنهج الحكيم الذي تأسست عليه المملكة العربية السعودية مسابقة ملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده رجل القرآن وداعم القرآن ومشجع النشأ والشباب على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره نحن في مكة المكرمة وبين أروقة المسجد الحرام نسعد جميعا بستة وستين دولة ومئة وأربعة وعشرين متسابقا خاضوا غمار التصفيات الأولية وتأهل عدد منهم جيد لا بأس به للدخول والتنافس على هذه المسابقة المباركة الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمسابقة بوزارة الشن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تستضيف مئة وأربعة وعشرين متسابقا من ست وستين دولة مشاركة في هذه المسابقة الدولية اسمي محمد زياد بن يوسف بن محمد وأنا من جنوب أفريقيا وأنا سعيد جدا عن هذه المسابقة في البيت الله الحرام المسابقة الدورة السبعة وثلاثين وشكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية اسمي عمر فؤاد دبوسي من الجمهورية اللبنانية أحفظه ولله الحمد القرآن كاملا وشاركته هذه السنة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها السابع والثلاثين وأشكر الذين بذلوا هذه الجهود الجبارة لنجاح هذه المسابقة وبدأت المسابقة باسم المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه من عام 1397 للهجرة وحتى هذا العام 1437 للهجرة وهي مستمرة في عطائها ورعايتها لحفظة كتاب الله الكريم هذه المسابقة العظيمة التي تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لها مكانة عالمية مرموقة استفاد منها حقيقة كثير من أنظمة المسابقات العالمية تقوم وحدة الشؤون الإعلامية بالمسابقة بأعمال منها إصدار المجلة الدولية التعنى بهذه المسابقة وكذلك التواصل مع الإعلاميين من الجهات الأخرى المتابعين والمهتمين بهذه المسابقة وغيرها من الأعمال والمسؤوليات وستواصل المسابقة فعالياتها على مدى أسبوع صباحية ومسائية في رحاب بيت الله الحرام للأخبار عبد الرحمن البقيلي